اشتركوا في القناة ترفيهي هكا الاولاد يلعبوه ايضا تحنا نستمتعو باليوم ديالنا فكن نزحكم بالبارك ديال فييلاند هو حاليا مفتوح امام الزور لانه في فصل الشتاء كيكون مقفل للصيانة وبحكم انه البرك مفتوح فكيسد في ايام الشتاء حاليا دبا راح افتح ومشيت ليه زرتوا انا والاطفال ديالي وبغيت نصوره لكم وماشي فقط يعني للاطفال الصغار انما لجميع الاعمار لانه في العاب كتناسب الاولاد الصغار وحتى الكبار بنسبة البارك فهو بارك بشن بديالو المول ديال فييلاند بنسبة لكيفية الوصول انا سبق ليه وصورتها لكم في فيديو السابق لما شافوش غادي نخلي لكم من الفوق لانه كل سنة كمشي لهاد المول هاد المرة مشيت بالتاكسي لانه ما بعيدش جاي في المركز ديال المدينة في المنطقة ديال ايوب سلطان او للسلطان ايوب هو كان مول في الاول كان طبق سوفلي كما كتشوفو والمول فيه جوش ديال الطوابق فيه طبق هادا الارض اللي التحت وكان الفوق فين كان الشارع يعني كان واحد المحلات وهي مفتوحة يعني المول مفتوح يعني دا بتشوفو مني اطلعو الفوق سبق لي وصورتوا لكم مول اللي جميل صراحة كبير فيه ما يدار فيه بالزبط للمحلات انما كان حتى العاب كما كتشوفو هنايا ايه ما بغيتوش تمشيو الفيانان جاكو كي الناس اللي غاد جوهم غاليا او لهذا يمكن لكم تمشيو يعني غير الهنايا كان واحد بلاصة ديال الالعاب يمكن لكم تخلصو يعني كتخلصو القدر اللي صغير وكتعلى كل لعبة ما شيف حال البارك اللي غان بخلو ليه دابا كتخلصو في الدخلة مرة واحدة وكتلعبو الألعاب اللي بريتو انا كنفضل صراحة البرك ديال الفيالان انا صراحة مني كنديهم لذيك البرك الاخر اللي كيكونون في المولات كتبقى تشارجي واحد لايكارت وكتبقى تخلص يعني كل لعبة كل لعبة الدراري ما كيلعبوش بزاف وكتلقى راسك خسر الفلوس كتيرا وهما ما شبعوش لعب اما في هاد البرك فانتا كتدخل كتخلص وكتبقى النهار كامل من صباحة اللي عشية يلعبو العدد اللي بغاوا في اللعب اللي بغاوا فهنا كيف قلت لكم قبل من الافتتاح ديالو هو ما فتحو في اول ابريل كان في رمضان وكان هادا هو العرض اللي ديرينو في الافتتاح حركزوا معايا كان الدخول ب 850 ليرا وفي الانترنت ب 550 ليرا وانا كنت شريت تيكيت قبل ما يفتح يعني قبل من واحد ابريل كنت شريت تيكيت اونلاين اختيت تيكيت ليا والاكفال ديالي ومشيت بيهم وهنا شوفوا لي حتى اللي ديرين حتى الواحد وثلاتين مايو نفس 850 ليرا لانو الاسعار تبدلت ذاك شي علاش انا كنشهدكم وهنا هادي كارت سانوية بالفين ليرا انا دائما كنصور لكم في يالاند ومشي اول مرة مشي لي انا كيعجبني بزاف كل سنة كمشي وكمشي بخصوص هاد البداية اني مني كيفتحو الموسم كيكونوا رخاص بزاف لانو في يالاند في الصيف كتغلى بزاف كيكونوا سياح وكتكون دنيا عمرا وذاك شي مهم انا خديت البي خديتهم ب 550 ليرا دخلت البطاقة ديالي وكل شي ومشيت ماك ومشيت قدام الشبك في الاول كانوا لقيت واحد الصعوبات لأول مرة غيطلبوا مني البطائق المدرسية ديال الاولاد علاش كنقول لهم انا كل عام كنجي بالاقامة عادية علاش البطاقة الوطنية كل البطاقة المدرسية اللخصنا نتأكدو انهم كيقراوه هنا فانا قلت لي اللي غتخلص الفرق قلت لي ما نخلص الفرق انا دائما كان جي وكانخلص الثمن ديال الاتراك علاش هاد العام سميتون مهم وقفت هضرت على حقي دافعت على راسي اكيد خاتكم تكونوا كتعرفوا تهضروا التوركية المهم هضرت معهم قالوا لي قلت لي باللتي عيطت لي على المينجات قلت لي شنو المشكل كده قلت لي قلت لي اشوفي انا مقطعة ليبي اونلاين فما يمكنش انا نخلص ثمن العادي ديال توريست من بعد هنقول لكم ثمن العادي ديال توريست سوفي تقول لي اعطني مع احنا في الواتساب كيكون لنا واحد الگروب ديال ديال الاساسيدة مع الاولياء الامور قلت لي وريني الگروب ديال المدراسة وانا نجبد لي الگروب وريت الگروب ديال بنتي ووريت الگروب ديال والدي ويتقول لي يا صفي ماشي مشكل ويتعطني البطائق ودخلت علش انا كنخبر عليكم ماتشي كامل وكنعود لكم لانا حطيت لكم واحد الفيديو قصير باش يلا مشيت باش الناس مشيت سارع تاخد تيكيات جالها وتمشي محدو يلا هتحال بما حطيت لكم هاد الفيديو فكنتفاجأ بالتعاليق يقولوا يا الناس رحنا مشينا وما خلوناش ندخلو بزاف ديال الناس اللي نعتوني بالدبو انا وقسمان بيلا لشريت بثمان ديال الاتراك فمنين دخلت نشوف دبا في السيد لقيت باللي السعر شوفوا ركزوا معايا نفس اليوم دير 700 ليرة والحمد لله انا كنت ديرا لكم فيديو قصير وكان فيه 31 ماي وتصورت لكم الثمان القبل اللي 550 دبا ولا ب700 ليرة ومنين دخلت في الجهة فاش كنت كان خلص وهناي فين كان وكاتبي لنا تيجي كيملك تم باقدرت الرقم ديال البطائق ديالنا ودخلت عادي دا بلقيت كاتبي اللي تحت باللي فقط للناس اللي عندهم جنسية تركية يعني غير الأتراك فقط ماشي السوية ماشي اللي المقيمين عفوا وصراحة ضمت أنا السنوية قلت لكم كم شي دائما كم شي بسعر الأتراك في حل المقيمين في حل الأتراك دبا حاليا لا المقيمين او اللي ما عندوش الجنسية كيخلص في حلوه في حل السائح اللي هي 55 دولار سواء كنتي بالغ او لطفل من 4 سنوات الـ 14 سنة اللي ما كيخلصوش او لمجاني للأطفال الأقل من 3 سنوات يعني من صفر لـ 3 سنوات وهذي 55 دولار عادية اما لابغتوا تتخذو سيلفر هذي كيكون عندكم الدخول بارك يكون معها ايس كريم او لامتلجات وتصويرا وكينت تذكير الذهبية جولد 110 دولار اللي كتدخلو فيها حتى الزيبلاين فيها واحد المونو دي الهامبورغر وتصويرا وفيها واحد اللعبة زيدة اما التذكير الألماسية او لالدايموند فيها 130 دولار دخلة كتدخلو فاست باس يعني مكتسنو ولا صفو لاتشي حاجة لكي نستحام تايا فيها الزيبلاين فيها الهامبورغر زائد شيبس فيها متلاجات وفيها تصويرا وكينا زندان سفاري هادي صراحة مع ماني ما جربتها ما دخلت لها كينا واحد اللعبة أخرى اسمتها أبسايد داون هاوس اه البيت المقلوب البيت المقلوب المهم فيها شي حاجة تزيدين صراحة أنا كيجوني هالتذاكر من الأحسن تاخدو تذكير عادية ب55 دولار وكيف كتدخلو إلا كنت عندكم شي أمانات أو لشي حاجة خايفين عليا تحطوها في الدولابات وواحد الحاجة مهمة بالنسبة للناس قبل ما كتلعبوا أي لعبة كتشوفوا وش طول ديالكم كيسمح أنكم تلعبوا أو للا ركيكونوا ديرين لكم القياس التحت وكيدرو حتى السن هنا بالنسبة للدخول ديال باركين أصعب حاجة هي هاد اللعبة الأولى كتكون شوية خطيرة والناس كتغوت هذا بالنسبة للدخول أيضا مجاني للحواميل لك أنت حاملة قوليها لهم عند تذاكر كيشوفوا البطن ديالك أولا شي حاجة اللي كتبس بأنك حاملة فكتدخلي مجاني والأطفال أقل من ثلاث سنوات أصلا لك كيدخلوا الحواميل مجاني لأنك منوعة أنك تلعب يفتش لعبة لداخل ديال ديال بارك أغلبية اللعب حتى السيني ما كتدي ما كيخلوك شدخلي لها إلا كنتي حاملة كيما كتشوفوا البارك هو هذا من الفق فيها بزاف جال الألعاب اللي زوينين في حالة دياللعبة زويونة هي عبارة عنها في حال واحد القارب وكتركبو فيه وكتدير واحد الجولة اللي كتدوزو على بزاف جال دول كيوريكم دول ثقافة جال هم واحد الموسيقى هادير كنا في حال في ديزني لاند وهنا سالة الجولة وبما أن الدلالي عجباته فدرنا جوش ديال المرات صرا هنا ما يقول لكم تاشي حاجات تبقوا وقالسين حسا تعيا وتنوضوا كيف كتشوفوا هنا هدي الخريطة ديال بارك كل حاجة وستين اللي مناسبها وفين كتكونوا نتوموا وذك شير مثل الفو موالو كينين هنا أيضا مقاعي كينين مطاعم كينين يعني فين تاكلوا كل شي غير ما ما نتحكم لأن كتعرفوا الأسعار هنا كتكون شوية زيدة على برة حتى المول على برة لكن فين بلايس فين أصلا يدخلوا هنا كيتلفو مكيبقوش تفكروا على الجوع أنا اللي كم قنعيط عليهم باش نعط هم ياكلو هنا مني كتدخلو كما كتشوفو هنا يراديرين إلا أخذتوا أربعة ديال ليبي كتخلصوا غير ثلاثة ماشي ليبي إنما كارت ديال العام ما عرفتو ش هاد الكارت ديال العام كتدخلوا في أي وقت بغيتو ما عنديش فكرة صراحة ما سول ش ليه المهم هنا جيت البرك ديال الأول حاجة دخلنا البرك ديال ويدات صغر أكو معرفين ولدي صخر ضروري دي أول حاجة كتدخل لها عاد باش كمشي نصور لكم الجيات الخرين هنا كان هكا ألعاب خاصة بالويدات صغار كان يألعاب اللي ضروري خاص تكون يقلس فيهم مع وليدتك اللي عندك وليدات صغار وكان يألعاب اللي يقدرو يطلعو هما راسهم يلعبو بهم كان في حال دي المطاف كما كتشوف كنا واحد شجرة هنا متكلمة ولكن لقيتها مازال ما زي زونا مازال ما صوبوهاش كان بزر الألعاب اللي ما كانو خدامين عادي اليوم الأول دائما كيكون في حلاك ومن بعد كيبدو يقادو وماذا البلاصة زونا الوليدات كين هنا متلاجات يلبوتوا آيس كريم ولكن كما كتلكم الأسعار شوية كتكون زيدة كل شي موجود كين حتى المراحيد أعزاكم الله هادي الشجرة اللي كتلكم كنت كدوي ساعة هاد المرا لقينها خاسرة ما كدويش كتحل عينها صراحة كتخلع كانت كتتقلس وكتقات عوديكم الحكاوي ولكن الحكاوي باللغة التوركية صراحة بنسبالي البارك أنا كيجيني رخيص يعني لأنه كما كتشوف كتدوزو اليوم كامل المهم هو كيفتح مع العشرة دي الصباح ثلثة دي العشية في الأيام العادية يعني عندكم من العشرة تصباح ثلثة العشية تلعبوا اللعب اللي بغيتوا بالقدر اللي بغيتوا ما كيمتش واحد يهضر معاكم ب55 دولار أنا كتجيني صراحة مناسبة لأن اللي عنده الأولاد غادي يفهم هاد القادية والله يحسن العوان عاوساني دي بعض الناس كي اللي ما كيقدروش يعني الثمن كيجيوم غالي إحنا الحمد لله دخلنا واحد 17 دولار قولكك 17 دولار باش تخلنا يعني فزنا بيا مدى برا ولا عادي في حل السياح في حل الناس المقيمين وفي الويكاند كيحلو حتى 11 جيل الصباح من 11 الصباح حتى 9 جيل الليل كيبقوا حال الليل وهنا كينتا اليوم 23 أبريل لأن اليوم اليوم الطفولة فالأطفال ما قارين شاني اليوم ما كيناش القراية لكشي لاش ديرين التوقيت مختلف حتى حتى بنسبة الأسعار أنا كنهضر علا حنايا من كي ديروا لنان تخفض الأسعار ديل الويكاند أو الأيام ديل العطلة وحتى أيام الأعياد كتكون ما فيها ش تخفض كيكون هنا يحصل معاقيمة ديل يد كيكون خداع البصرية مقفولة مازال ما حلوها هنا يكين تطلو بلد ديل التساط يحكين هنا واحد تراجتور كي يدور ويمكن ما يدور في هد البلاصة ديل ويذات الصغار هنا دير اليوم في حل ديور هكا ديل السنافير ياخدوا صور زوينة دبعا نخرجكم من العالم ديل الأطفال الصغار ومشي ونضور في البارك كامل وحاجة أخرى بالنسبة للتدخين منوعة أنكم تدخنوا في أي مكان من غير هذا البلايس الذي يكونوا مكتبين في حلها كذوق في حدا هذا المكان وقد تدخنوا في بلاسة أخرى مهمة حاجة اللي كتعجبني أيضا هنا هو تواجد المساجد فيما مشيت موسيقى موسيقى حape موسيقى المسجد صغير كان بلصة صغيرة للنساء كمغطية بخامية وكان حتى بلصة يمكن لكم توضع الحمامات كان كل شيء متوفر هنا يجيوني تساؤلات يقول إلا دخلنا وش يمكننا نخرج ومشو المون لعود نجي او لا في الدخول في الدخول يقطعوا لكم صافي إلا خرشوا ما تعودوش تراجعوا هنا يديرين واحد البلاصة فيها دك شي قديم الحواري العثمانية القديمة يبيعو هنا دك الحلوة هل دك الجابان كلوبان اولا الحلوة دي البيروري سكر وكيكون بالالوان يدوروها اسمتها عثمان لي معجونو اولا الحلوة العثمانية ديرا ستين نيرا مغلينة بزاف برا كتكون رخص تقريبا واحد العشرين درهم مغربية واحد الأورو وثمانين صافي هنا يا زخرافات وذك شي خارجين وحسنا بغتو تطورو باللباس لعثمانية رات ممكنين محلات ولكن كيكونوا شوية مغلين الوقت كينا هاد اللعبته هي تتخلع صراحة اللي كتطلعوا تلفق وتتنزلوا بقوة كي تكون عليها الصف هادي شوية في البارك دائما كتلقوا الخرائط كما كتشوفوا هاد اللعبة حتى هي زوينة فحل الزعلولت ولكن كتبقى تطلع شوية الفوق لقيناها خاسرة يلا كيصابوا فيها وهاد الشي الألعاب لي مخدمي شرا كيكونوا كاتبين هاليكم في الباب دبا أنا مرة لكم مني نخرجو كانوا شيرا بقين كيصابوا فيهم في الصيانة وقدم هادي بالنسبة لحنا بغنا ندخلو هاد الفاتح رؤيا سي ولا رؤيا دي الفاتح راكم عارفين الفاتح شكون دخلنا نشوفو شوية ديرين ذاك شي قديم على التراز العثماني فحل كتدير التاريخ كرجعوك شوية للتاريخ وكيعرفوك حاجة واحدة اللي صراحة اللي ما كتعجبنيش أنا هو أن كل شي كيدرو بلغة توركية اه انتوما في توركيا مزيان الواحد كيجو الأتراك وذيك شي ولكن ما كيجو السياح بكترة يعني على الأقل كاتبين في بلاي صخرين كيكونوا كاتبين باللغة الإنجليزية وهذا ولكن أولى باللغة العربية ولكن هنا يمني كتدخل كتسمع توركيا كيتحتو بتوركيا ومشي كل شي غادي يفهم توركيا كيجو اشتركوا في القناة 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 وحتى هو مع الأساب بالتركية ولكن صراحة زوين كي بقي تتحرك بيك الكرسي بعد المرة ترشو عليك الماء بعد المرة اللي كان للبرد كيدروا للك الريح وهنا مني كتخرجوا لابغتوا تتخذوا شي هداية تذكارية ولا لعابة ولا تي شورتات كيكونوا كيتباعوا هنا في المسجر وهذه راه ديك الواحد البلاستيكا كتلبسوها لابغتوا ما تعمروش بالمدية لها اللعبة دي الفايكين هادي كتكون فعليها الصف تبارك الله وهنايا إلا بغت تتخلصي باش تنشفف هاد السوشوارات كيدخلوا في هاد البويوت باش كيينشفوا بالسوشوار إلا كان الصيف عرا ما شي مشكلة كان اليوم النهار اللي مشينا ليحنا كان البرد الأول أبريل يعني كان بقي شوية بارد الجو يعني كانش تذك الشميشة اللي غاتنشفك هي هادي اللعبة كيما كتليكم واحد القارب اللي كتركبو فيه وكينزل ديك النزلم اللي كينزل في حال هاته كيتطرش الماء ديك الماء كيدخل كيفزق مهم حاولوا ما تلا ركبتو فيه ما تقلسوش في الجوانب حتى ديك اللي كيكونوا في الجوانب هما اللي كيتصيدو وكيفزقو كتر صافي كتبقوا تدورو كتنزلو المرة اللولا المرة التانية المهم زوينا صراحة هادي أنا يسبق لي درتها شحال من المرة كتعجبني صافي هادي كتفزقو كتخرجو تنشفو قداما وكتمشيو كين حتى هاد الجيتسكي دي لتماسي حتى هو زوين هاد الجيتسكي توت يكون فيه شوية صف دي لوليدات الصغار خاص دروري يكون معاهم واحد كبير يعني ما كيقبلو الصغار على حسب كما كتلكم الطولة كي عبروكم الطولة باش كي باش كتدوزو ديرين هادك السيارات اللي بغايت صور معاهم كيف كتشوفو هنا يا من مية وعشرين سنتيم من الفق كيركبو بوحدهم أقل داروري خاص يكون معاهم مرافق كتشوفو في حلكة كوليدات صغار كيركبو معاهم كين عوتاني هاد القيطار حتى هو ماشي خاطير بزاف حل دي لولاني اللي وريتكم عادي لكن تبارك الله شوفو النزلة بالنسبة للبارك صراحة باش تستمتعوا بيك مكان تحكمش تجيوا ليه السبت والأحد يعني وأيام العطال ونهاية الأسبوع باش بنا تلقوش الإزدحام واتا تستفدوا وتلعبوا فبالنسبة لكينيشي ألعاب كما كتشوفو باقي نفي الصيانة وحتى الألعاب دي الأطفال الصغار اللي وريتكم يعني في اللول كيم كلي هم في حل دا بيلعبوا يبقى ويلعبوا في اللعبة مادم ما كينش قاح الصف على برة إلا لكن الصف على برة خاصوا يخرجوا ويعودوا يشد الصف مع الناس ويرجعوا ولكن تبارك الله را كيبقوا ويلعبوا حتى كيشبعوا كنخرجهم شبعانين قنعانين شحال ما يعودوش مازال يذكروا ليه البارك هنا هاد القادية جديدة ما كانش قبل هنا هاد البلاسة كتلعبوا بيها بفلوس اللعبة الواحدة كتلعب بميات ليرا ولا لعبتو ثلاثة ديال اللعاب كتخلصو عليهم ميتين ليرا كتربحو ديك الدبدو بلا جبتوها صحيحة كين ثلاثة ديال اللعاب صارو اللي بغيتو ولا تشريو ثلاثة وتلعبو فيهم ثلاثة مو مكين هدي في الآخر ديال بارك وهنا نغمال مو كين واحد المطعم كين ما كتشوفو علي صار كين واحد الباركور صراحة بقين ساد ديالون ونغمال مو كيكون خاص فيها في في حل الكارتينغ وفي بزب ديال الحاجات وهدا هو التران اللي قتلكم قبيلة هدو هما الساعات اللي كيكونوا فيه هدا هو الباركور اللي قتلكم كيكون ذاك الزيبلاين كيكون فيها ترامبولين ما اليوم الاول ما كانش مو موقعنا كانت تلناه في التران دائما كتعجبني كان هبضيق لها الطاكام لنظر بها البارك وكان رجع كيطل عني التران وعندو المحطات ستاسيون كيوقف كيهز الناس لا بغسي تنزل بغسي تنزل ولا بغسي تطلع او لا بغسي تتكمل يعني الدورة ديال التران حسن الخار ديال ديال بارك صراحة أنا كيعجبني هدو البارك زوين وخا غلا وهد السعر صراحة اللي كين داباد خمسة وخمسين دولار رفقت شهر أبريل وماي شهر يونيو ما حطيش سعر دياله نهائيا هيكون سعر آخر يعني حتى غايقرب يونيو عدا يديروا السعر دائما دخلوا الموقع ديالهم فيا لند كتبوا فيا لند وغاديددخلوا راكي الموقع فيه اللغة العربية والإنجليزية ولغة أخرى ما قلت واقل ل آه كين توركي وكين وقلها الروسية ممكن أربعة لغات كتختاروا كتختاروا اليوم اللي بغتوا تمشيوا لي وكتشوفوا الأسعار راكيكونوا مكتوبين تمك هنا راكي حطكم هذيك القيطار تقريبا في الخرجة ديال 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 بارك وصافي كان هذو اليوم ديالنا دوزناه كامل مشينا من الصبح حتى العشية وخرجنا كي قتلكم أي لعبة بغتوا تلعبوا تبقوا تلعبوا حتى تشبعوا ما كينش ليقول لكم تشي حاجة هنا يمنى كتبغوا تخرجوا كتلقوا هذ المتجر هنا فيه الأشياء التذكارية فيه النوسات فيه تيشيرتات حقائب بليماغ اللي خاصين بالبارك فييلاند وخاصة راح سانجني هذ العام ناقصوا شوية الحماس لأنه لعقلتوا المرة الفايتة الفيديو السابق لتفرش شو فيه كانوا مش طين الوقت قدام الباب وكي طربوا وكي ضربوا ودبا ما كينش وهذو ما الألعاب بربعة اللي مخدامين شرا كاتبين هالي يكون في الباب أرضو البال مزيان كاتبين باللي رام خدامين شعني في البداية دا با كنظن أنهم غايكونوا خدامين هنا يكدوزوا هذ المنطقة ديال البوليس باش يقلبوا هذي شي اللي مدخلين معكم ولكن ما كيمنعوكم لعلى الماكلة لعلى تشي حاجة يعني تدخلوا الأكل والشرب اللي بغيتوا ما غايهضروا معكم ما تشي حاجة يعني عندكم الحق هنا كيف كاتشوفوا وخرجنا معا تقريبا ستلا ربوما كيسدو معا ستاين ماشي في الويكان في الأيام العادية كيسدو معا ستاين العشية وكين هنا المال تاوه كبير تبارك الله في بزاف المجازات في بزاف ديال محلات كيعجمي صراحة المال حتى المال فييلاند سبق لي وصورت وليكم كيكون واحد القيطر هنا للوسط اللي ها جيفيل هادي خاصة بالأطفال وليبابي فيها كل شي مهم هنا السي كتقرى جي مهم باش الناس ماشي سيفيل كتقرى جيفيل ممكن ديالزاف جي المحلات زوين صراحة من المال الكي عجبني مفروج هكا مفتوح في ماركات كثيرة وفي ايضا واحد الجليسة زوين هنا الوحد البركة اللي كيكون فيها البط كيكون فيها السلاحيف وكين هنا المقاهي في الجنب وعاد لمشي تونيشان كتلقوا المطاعم وزوين كين طاوك دونياسي كين بزاف ديال ديال المطاعم كين نتوح المطاعم رائع ديال الكوفتا انا مع الاسف راكم عارفين كان رمضان وكان خاص نمش نوجد الفطور ديالي اصلا كنت غادي نخرج بكري يعني قلت الخمسة العشية ونترى لكم ولكن راكم كتعرفون الوليدات الصغار ما بغوش يخرجوا لي ووالو وحد شو ما ما قنعوش النهار كامل تبارك الله وما كي جري وكي لعبو والحمد الله ان هم استمتعوا ولعبو على خاطرهم وخرجوا فرحانين هذا هو المهم صراحة داز واحد اليوم لي هو جميل عجبني عجب الاطفال ديالي وهنا يرا كينين واحد الاطلال زوين هكا المقاهي كين واحد الاطلال هكا الخضورة وكين حتى واحد الاطل كبير هنا يتابع الفيالان بالنسبة لناس اللي بغوين يباتوا في الاطل السعر صراحة ما عرفتوش وبنسبة الفيديوهات اللي صورت لكم ديال واتس وغراتيس للاخرين راهم من هاد الموند دخلت تقديتني الدغية وصورت لكم جولة فيهم فكانت هدي الجولة يلا كان عندكم شي تساؤل خليه خليه في التعليق ونجاوب لكم ما ديه وبنسبة للمعلومات أكثر هنخلي لكم في صندوق الوصف باش هكي ما زال عندو تساؤل وبنسبة لأسعار را قلت لكم كل شهر عندو السعر ديال ودبا الأسعار حاليا رخيصة ولكن في فصل الصيف را كتغلا وقد تقدر توصل لحسن المئة دولار هدي التذكير الأولية هدا ما كان مهم أنا الحمد للافز بدك اليوم الأول بخلت بدك 550 لير السعر ديال الأتراك دبا حاليا را حسن الأتراك السعر ديال 700 لير تغييز دو في السعر ما عرف تش علاش المهم راكم عارفين تركيا والأسعار حاليا كل نهار سعر جديد لا يصاب وصافي نتمنى أن تكون الجولة ديالنا عجبتكم سفتوا شوية استمتعتوا بدل الجولة الخفيفة الضريفة في هذا البرك نشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم وخا ناقص صراحة وآخرا الفيديوهات الأخيرة يعني اللايكات ناقص بزاف لا يعطيكم استر ما تبقوا شو تنسوهم إذا كنتو وصلتوا حتى لد المرحلة فكتعزوني وكي أجبوكم الفيديوهات خليوا اللايكات ديالكم وتعليق ديالكم هكذا بشجعوني نحط لكم أكثر وأكثر كنشكلكم مرة أخرى ونقولكم إلى فيديو جاي إن شاء الله السلام عليكم